صباح الخير مشاهدينا صباح الخير لكل اللي عم بتابعونا بجيت بوقتك يا خليل بعد هالغيبة اللي غبناها عليكم بعد العيد بنقولكم كل عام انتوا بخير مني ومن كل كادر البرنامج ومن برنامج يعني خاصة مع ميسيو خليل جيت بوقتك يا خليل هلأ مشاهدينا اليوم عنا موضوع كتير مهم بيهم كل صبية بليلة زفافها بليلة ألف ليلة وليلة اللي بتحلم فيها كل صبية بتحلم بيومها تكون مميزة بشعرها بطلتها بكل شكلها مع فستانها مع زفتها مع يومها بحلمها الأبيض اللي بتستنى بفارس الأحلام اللي يجي ياخدها وينطلق فيها واليوم احنا رح ننتلق معكم بجيت بوقتك يا خليل بكل موضوع بهم كل بنت بليلة زفافها صباح الخير ميسيو خليل يسعد صباحك وكل عام وانتوا بخير جميع للعرائز كل عام وانتوا بخير والوطن كل عام وانتوا بخير واليوم متل ما اتفضلت انت سيت أحلام رح نحكي عن طلة العروس كيف العروس فيه قبل الزفاف وبعد الزفاف وإيش بدها العروس لنقدر نعملها بطريقتنا الحلوة والمكياجنا وشعارها وفستانها الأبيض وان شاء الله يا رب منقدر نقدم اليوم أجوبة كتير للمشاهدين عن زفت العروس أو طلة العروس كيف تكون العروس بطلبة هي وطلبة جميلة قدام عريسها وقدام وضيوفها كمان ونتمنى لكل عروس ألف مبروك لإلهاب للعريس كمان ألف مبروك لإلهم ونشوف الوضع كيف بدنا نحكي عن العرائز بإذن الله تعالى اليوم على كل بنات بدي أطلع غير بدي أطلع شعري بدي أطلع مميزة بدي أطلع هلا بنا نحكي عن الشعر اللي هو الأساسي أو تاج العروسة في ليلة زفافة بدنا نحكي عن تركيب الشعر للعروسة نبلش بتركيب الشعر للعروسة كيف بتنصح فيه كل العروسة بالنسبة لها الموضوع مثل ما حكينا بالقبل وبحلقاتنا الآدمة عن العريس وعن الكيميكالز وعن السبغات وعن كل شيء بخص التجميل واليوم إحنا نختص كمان معاكسة أحلام والعزاء المشاهدين عن تركيبة العروس والفورماتات العروس وكيف العروس بتحضر حالها من قبل شيء أسبوعين ثلاثة للعروس من كتير من العريس بتيجي العروس قبل أسبوعين بتعرفي بدها سابق شعرها بدها تعمل هايلايت بتعمل تنظيف بشرة إذا عندها مشاكل بتتواجب حواجبها منقدر إحنا نعمل لها بتتواجب لحاجب لها منقدر نشوف الشعر إيش بده إذا كان العريس المسألها العريس أطول منك أقصر منك إنتي أطول من العروس أقصر من العروس ها المشكلة لكي نعملها الشنيون نشوف لما يكونوا اتنين ماشيين مع بعض نشوفها العريس كتير حلوين اليوم بتركيب الشعر حكينا عنه إحنا في حلقاتنا وآدم للسابقة شوي واليوم بنا نركز اللي هو على وصلات الشعر مع العروس فيه ستات كتير شعرهم بكون قصير كريء شوي وبنقدر إحنا نركب شعر ونعطيه من نفس الشعر نوع الشعر وبنقدر نعطي للعروس فورمة كتير تسريحة كتير حلوة بترتفع العروس وبتصير على مستوى العريس عن نفس الطول طب كيف بدنا نخلي العروس لو كانت أطول من العريس كيف بدنا نعملها أقصر من العريس كيف بدنا نخلي طولهم شوي يا رب بدنا عريس طوال الأيام الكعب بفيد مرات الكعب أحيانا بفيد وأكله أحيانا الشنيون كمان الشنيون القديم كان حلو كتير هلأ السطات صارت ترجع للقديم شوي للرفعات البسيطة وللأشط للثير شوي من هون على الجنب للسامبل اللي تشوف العروس بطلة بهي أكتر وأجمل وأفضل كتير يعني لازم تكون العروس والعريس متساويين مع بعض بالطول فهمت يا عليك من فستانها من بدلته من لبسته من لبسة العروس من مكياج العروس من تكنيك العروس اللي تكون هي بتحلم يعني عمرها عشرين اتنين وعشرين سنة بتحلم بها الليلة تكون هي الملكة فلازم احنا كخبراء تجميل وككفر بنشتغل بالشعر نعطيها الطلة البهية لها اللي تكون هي الملكة هي الإمبراطورة في هذه الليلة فيه كتير بالنسبة للشنيون وبالنسبة للستراس العروس كيف الشنيون يعني لن نفجع للستراس بعضين إنه العروس لها تكنيك معين بتطلع فيها أنت بترسمها بعقلك بعضين أنت بتقدر تملشتها بتدخل لها للبنات مثلا تنظيف وجيه تنظيف بشرة هذا قبل بأسبوع بعشرة أيام هلأ العروس بتنظيف بشرة أو يعني الطالع طبعا قبل بعشرة أيام بتنظف يعني نقول ثقاف البشرة العناي بالبشرة البوتكس للشعر البوتكس للشعر وليس البوتكس للمويزاء هلأ رح نحكي عن هذا الموضوع بدها وصلة شعر منقدر نعمل لها بدها اللون شعر منقدر نعمل لها عندها دربات خفيفة بحواجبها منقدر نعمل لها إيش بدها العروس بتتحييق نفسيتها العروس عندها بثورة شوية منقدر نحن نقدر نساعدها بهالعشرة أيام قبل العرش لنقدر نحن نقيم هالأوضاع اللي تكون أجمل وبطلة أجمل أجمل للعروس هلأ زي ما عم نشوف التسريحات اللي عم تطلع هلأ هيكلها طبعا من إيديك من يعني لمساعتك على العروس اللي عم تطلع بالألوان كتير في ألوان حلوة عم تعملها هلأ بدي تركيب الشعر للعروس هلأ تركيب بيكون حياكة تركيب بيكون خصل كيف عشان نعطي فوليوم للعروسة بهالليلة إحنا خلينا نقولها تركيب الشعر كوني أنا مختصة شوية بتركيب الشعر وبحب الشعر وبلعب فيه متل ما بد لما العروس بيكون شعرها شوف هاي التسريحة قدي حلوة هادي شنيون بوبا كتير كتير حلوة من شغلنا طبعا كتير كتير لها تكنيك معين شوفي العروس كيف هيكه مثل الملاك تال وشوفي الشنيون هذا كمان كتير كتير حلو فيه رفع على وراه وفيه انه البدلة فاتحة شوي ليلها مبينة ها هي خصل عاملة العروسة هذا فيها خصل من الحمار شوي ليلها كتير حلوة لأن الحاصل كتير كتير لها هادي العروس برضو من العروسات الحلوية ا opportunity fasting طلعت الشنيون الفورما كيف جاي جاي بمبيل برضو قدام الغرة جاي لفوق شوي كتير حلوة فالعروس هادي برضو كتير يعني فيها نمط معين هلا اسموكي آيز يعني اديه حلوين لل يعني كل عروس هي الشكل الوجه بتتقلب والشعر بلعب مع الوجه يعني شعر طويل بتقدر تعمل منه شنيون بتقدر تعمل منه فارب بتقدر تعمل منه اي فورما او اي تسريح لكي انت تستفيدي للعروس تركيب الشعر ضروري للعروسة عفوا تركيب الشعر مش دائما لتللل مش دائما مفيد للعروس فيه ست شعرها طويل احلى من تركيب الشعر بتقدر تشتغل فيه اما الستات لقصار شوي شعرهم قصير شوي بتقدر تركب شعر بتقدر انه ما يبين نهائيا وتقدر انها تلعب فيه بترقيتها الحلوة بترقيت شغلها وأجمل لعائلها بتكون بطلق كتير كتير حلو والستات عم بتطلعوا شعرها يا الله طويل شعرها كتير حلو شعرها بتغنى شعرها بتدلع فكتير حلو للشعر هلأ العروسة لازم تفتح شعرها قبل العروس يعني في ستات بقولوا لأ خلي شعرنا أسود في ستات لأ بدي شعري يعني خصل على القليلة أو تفتح لون لأ العروس لما بتكون هي مثلا عندها مجهزة خالها ليش احنا قلنا بالبداية إنه قبل أسبوع أو عشر تيام هي العروس لازم قبل شهر تكون للعكس جاء عليها نشغل كتير جاء عليها عروس بدها تجخز حالها تكون نفسيتها كتير كتير منيحة في ستات لما بكون شعرهم أسير جدا بدها ترفع طب شعرها كتير كتير ما برتفع تطرحة وكذا وقصة وحكايات وهيضا فإحنا نرجع للشعر إنه نعطيه تكنيك يعني لو ركبنا لها مثلا وصلتين أو وصل كبيرة شوية هيك قدرنا نلعب فيها بالشنيون قدرنا خصلنا هالشعر دمجنا كم لون بهالشعر فيمتي علي كيف ننسى لون شعرها رفعنا لها كتير بكون أجمل وأفضل للعروس للشعر العصير أما الشعر الطويل ما بحاجة إلى تركيب فبتظلها على طباقتها لازم تفتح العروس لحسب لون البشرة طبعا عروس بتحلم بتحلم بها الليلة حلوة كتير لها لبتكون إمبراطورة في هالشي هيدا لازم تعمل تكنيك حلوة لشعرها ليش جاي على الكفير مشان تلتب وضع الشعر لألها هلا متى بتبلش العروس تيجي لمسيو خليل أسبوع عشر أيام لا تبلش ببيلينج لا تبلش بمسهام بادي سكراب يعني متى بتبلش العروس مفروض انه تروح لمسيو خليل لا تجهز لليلة تعروسها هو المفروض قبل بأسبوعين لازم تراجع الكفير أو الكفيرة لكي يعطيها نصائح هالخمسة عشر يوم أنش بدها تعمل لأن العروس عم بتكون متوترة متوترة بيعكس على وجهها كتير الشغل لازم تكون هي ريلاكس تهيئ حالها لالكفير وتهيئ حالها إنها تكون أجمل بطلبها هي أكتر متل ما قلني لو راجعت خلال خمسة عشر يوم أو أسبوعين اللي نقدر إحنا نعطيها شو بدها تعمل العروس من أضعفر من ميكياج من يرموش من حواجبك من البروفا هاي أحلى البروفا هاي أحلى بدل لا 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 هذه أحلى عليك هذه أجمل عليك لا لا أنت أصيري شوية بدك بدل طولك شوية شعرك مش حلو هيك عليك بالسور لا لا بده شعرك أفضل هيك بدها تكون هي يعني تخلق جولة إلها حلو لأنه هي بدها تكون قدامها الناس بأجمل صورة وبأجمل فكر بأجمل عقل اللي تكون بطريقة حلوة كتير سفقدة حلوة التصريحة يعني هلأ هي أكيد هون مركب شعر هون أنت مركب لأنه فايت شعر ببعضهم هذا شعر أصير في وصلة بالشعر يعني شعر أصير لعند نقول لعند الكتاب فإحنا حطينا دمجنا الشعر حطينا وصلة خفيفة للشعر وركبنا الشعر وعملنا فورمالة الشعر ما بيبين قدام الناس إنها مركبة أو عاملة شعر أو عاملة شي دمجنا لأنه اللون الأساسي بيكون نفس لون وصلة الشعر فبتطلع بفورما كتير حلوة وبتطلع أجمل وأفضل له هيك هلأ مسي خليوا خليوا الأكسسوار العروس هلأ فيه بنت بتشتقول لك لأ أنا سمرع بدي يكون يعني فضي بدي أنا عبيضة بدي ذهبي بدي كيف بتنصح العروس الأكسسوار نقول قبل إحنا بلاحق الموضة الموضة هي اللي بتحكمنا بالشغل هيدا يعني إحنا لما إحنا بنا نعمل عروس الأكسسوار كتير مش حلو للعروس لو جابت كمس ثلاث اثنين ثلاثة حطت واحد هون واحد هون واحد هون أجمل فيه غر الأشط كتير كتير حلو أشطت الشعر حطت لها هيك التاج حلو لها أجمل حطت أكسسوار اللي يليق في فستان العروس ونحن نتحكم في فستان العروس رأبتها طويلة بدها قليل أكسسوار رأبتها أصيرة بدها ناس حصت العروس بدها لفة حجاب أيزا محجبة بدها لفة حجاب تانية أجمل من العروس ولكن إحنا من نعمل في طريقة علمية للتكنيك للعروس مهما كانت سواء أصيرة أو وجه هكذا إحنا منوقد الفورما هايدي ومنرسمها لإلها ومنعطيها بأجمل تكنيك حلو للعروس هلأ أكسسوار يعني بتحكم بلون البشرة طبعا الحقيقة أكسسوار بتحكم بجمال العروس بعيون العروس بوجه العروس بشعر العروس كيف العروس بدها تطلح هيك أجمل كيف العروس بدها تكون هيك شعرها حلو كيف الأكسسوار هيدا عجأة كتير لا 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 تكون إشي سامبل إشي هيك حلو مشان لما بتشوفوها بصوروها والناس وكذا وإشي هيك تكون بطلح أجمل لها هلأ كيف مشي خلي بتنصح الصبية تختار فستانها يعني بتكون مثلا قصيرة كيف لازم يكون استرابلس باكلس كيف بتحب مثلا والله هو أخيانا خلصائيين البدلات العرائس بكون عندهم فكرة بالعروس والكفير عنده فكرة بالفستان كمان أكتير لأنه تسريح على الفستان إذا كان جسمها كتير حلو طويل ومش ضخمي أو كذا أو إشي بتاخد فستان طويل كشكش أشوائي في استراس خفيف أشوائي بتعرف العرائس اليوم حتى صاروا بطل فستان أبيض صاروا نقوا في فستان داخل في لون إلا يداخل في لون هيك من لون مثلا الخفيف جدا الترحة تكون أسيرة جدا ما يكون ترحة ارفع وغط وإيمو هيك شغلتين هاترحة حلوة مبتل عالي هايدي انتهت مبتل عالي صار شنيوهات فيل خفيف هيك دريفر رولت نقول له يعني الشغلة هاي بتبين للعروس أجمل مع اللون بعكس على يعني بتنصح العروس كيف برضو تختار فستانها بنسبة لطولها لتسريحتها أكيد هيك أجمل هذا أجمل هذا كتير عليك مش حلوة هايدي لا لا عليك بتعقد هذا كتير حلو فإحنا منعطي النصيحة القوية للعروس لكي تكون هي تنعى في هالشي هيدا وتكون العروس برضو على قناعة العروس ترجع كمان تتأكد من انه هالشي هيدا لها صح ناخد اتصال لإيمان صباح الخير صباح النور كيفك الحم لله من وم تحكينا إيمان من عمان من عمان عم بتتابعينا مع ميسيو خليل جيت بوقتك يا خليل أكيد أكيد شو بتحب تسألي ميسيو خليل أنا والله حب أن أصبح عليه يسأل صباحك وأدوك العام أنت بخير ميسيو خليل وأنت بخير أنا زبونة كنت عندك حتى أختي كانت عروس الله يخليك يا رب وأنا كتير بحب أمضح فيك بهذا اليوم لأنك أنت كتير مميز الله يخليك يا رب مرسيلة إليك شو بتحبي تسألي ميسيو خليل إيمان أوكي أنا عملت تتتو 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 عندي راح لونه ما يكون عندي بس الله يخليكي شو ما فعلت لازم صحلية ولا يعيد لي على مش سامعة تعلي صوتك لو سمحتي أنا عملي التتتو فهذا التتتو كتير راح لونه سرد لونه على خدار على خدار أوكي وبيدي أعيد علي كيف يعني أعمله كيف أعملتي عن ميسيو خليل إيمان لا لا ما عملتي عن ميسيو خليل لو عملتي عن ميسيو خليل كان ضلو أسود أو بني يا ستي يعني بسي مهد رب بس إن شاء الله أنه ميسي خليل أنه يعمل بي زي ما أها بنشكرك إيمان وخليكي معنا لما سيخليل جوابك على السؤال أوكي بشكرك إيمان كتير وصباح الخير وكل عام وأنت بخير وأنا حكيت بالحلقات الآدمة والله من التسعين لهلأ وإحنا بنحكي عن مشاكل التتواج حكينا بهذا الموضوع أنه نوعية الحبار للتتواج نقول أنه إذا قلب عندك على جرين بيكون اللون فاسد نفس اللون بيكون الحبر التاعب بنفسه نقول الحبر الكلر التاعب بيكون مش مصطلح طبي اللي يشتغل فيه أما الألوان اللي كتير منيحة اللات التتواج فبضلوا التتواج لون طبيعي دارك براون أسود يعني لازم يكون اللون لا دارك براون لو أسود مش أسود